علاقة وثيقة تربط النظام القطري بميليشيات ما يسمى حزب الله الإرهابي الدولي أكدتها اللقاءات السرية والمعلنة بين النظام وقادة الحزب وتوافق الأجندات والأحداث التي تخدم مشروع إيران التوسعي في المنطقة بدعم وتمويل من نظام الدوحة لم تعد عين المراقب تخطئ حجم الدعم القطري للإرهاب حجم الخراب والدمار الناتج عن سياسة هذا النظام الهدامة مهما حاولت الدوحة تغليفها بحملات التبرع والإغاثة والإنسانية التي لم تصل أموالها إلا لحزابات أكثر الميليشيات خطورة ودموية على المواطن العربي سرا وعلانية النظام القطري لم يخجل من نفسه أمام جثث الأبرياء وجراح الشعوب العربية التي مول فيها أدوات القتل والدمار الإيرانية فقد كانت اللقاءات بين المسؤولين في الدوحة متواصلة مع قادة ما يسمى بحزب الله الإرهابي يؤكدها توافق الأجندة وترابط الأحداث وما قام به هذا التنظيم الإرهابي من محاولات لإسقاط وزعزعة الأمن في العديد من الدول العربية يتحمل إثمها من أمر بتمويلها من الدوحة عبر سرقة أموال الشعب القطري ليس بسقطة من سقطات النظام ولا خطأ تصححه الدوحة بشراء الذمم كما اعتادت إنما هي جرائم ضد البشرية شارك بارتكابها القاتل والممول والداعم والمساند لهذه الميليشيات وغيرها في المنطقة وقد فضحت تورط القطري عميل استخباراتي ألماني سابق أفشى أسرار الدوحة الدموية وأثبت تورطها من خلال معلومات كانت سرية تؤكد حصول ميليشيات حزب الله على أموال ضخمة من مسؤولين قطريين علاوة على صفقة أسلحة قطرية وصلت إلى أيدي إرهابيي حزب الله عبر أوروبا الشرقية وما هذه الممارسات القطرية إلا تأكيدا على فضائح النظام السابقة وتورطه المستمر بقضايا الفساد ودعم الإرهاب وشراء الذمم لمحاولة تلميع صورته أمام دول العالم إلا أنه اليوم يقف متأرجحا بين أصابع اتهام الكثير من الدول والمنظمات والمجتمعات العربية التي ضاقت درعا من ممارسات الدوحة الإرهابية وأموالها المشؤومة التي لم تصل يوما إلى بلد عربي إلا ونهشت من دم أبنائه وعاثت بأمنه واستقراره وتركته أمام مشروعات طهران أسيرا مكبلا